طيب مبارح ماتش المنتخب قدام زبية كان عامل ازاي قل لنا كده يعني الناس وي بتتفرج ما كانش مبسوطة اكتر حاجة لانه هو مباراة ودية دايما الهدف من المباراة الودية بيكون يا تجربة اسلوب جديد يا اما بتصوف عدد من اللعيبة انت ما شفتهاش قبل كده او كان عدد من اللعيبة كانوا غايبين قبل كده مبارح شوفنا محمد النيني كان مصاب لفترة طويلة ورجع محمود تريزجي برضو كان مصاب لفترة طويلة ورجع وبالتالي ان احنا نلوم فيتوريا انه هو ما ظهرش بافضل صورة مبارح لا ده مباراة ودية احنا في كل الاحوال احنا عايزين نتطمن على الاداء بشكل عام صحيح بس هي مباراة ودية لكن خلينا الكلام يا سيد حسين ان دايما بيبقى حتى لو مباراة ودية الجمهور بيبقى معلقة عليها كثير من الامل وشايفين حتى الان ان اداء المنتخب لم يرتقي للشكل اللي هم عاوزين تمام يعني بص مباراة تنبارح صحيح المستوى ما كانش افضل حاجة لكن المنتخب بشكل عام مع فيتوريا عشر مبارايات انا كنت بشوف ان معظم المباراة دي كان بيفوز وبيقنع خلينا نتفق ان معظم المباراة دي اما كانت ودية اما كانت رسمية ولكنها كانت ضعيفة لسا الاختبار الحقيقي الاختبار الرسمي امم افريقيا تصفيات مؤهلة لكاس العالم او مثلا بطولة عربية هي دي اللي ممكن او نقول اللي احنا هنصدر حكم على فيتوريا تمام انما التسع مباراة دي مباراة امبارح كان المعظم منتخب مصر بيقنع ويمتع في النتائج احنا كسبانين تسعة من اصل عشر مباراة مع فيتوريا فانا شايف ده معدل عالي جدا لأي اصلا مدرب قاد منتخب مصر ايوه بس احنا طمعين احنا عايزين نكسب ونتمتع واحنا منتفرر الكرة الحلوة بتفرحنا اي ده حقيقي مش في كل الوقت كنا بنلعب كرة حلوة بس احنا يعني مباراة 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 ما يفعش يتقل علي لو بصنا اخر عشرين سنة مثلا حنلاقي ان اسوأ كرة اللي عبناها كانت مع كوبر هو اللي ودنا كاس عالة فيعني الكرة الحلوة جميلة وكل حاجة بس في كل حوال المنتخب المصري بيقارن او الجمهور المصري بيقارن عن نتيجة لما رحنا كاس العالم باداء يعني مكان صعب جدا مع هيكتور كوبر كنا مبسوطين في الاخر فصحيحنا بندور على الاداء الجمالي وعطاما على الان نكسب ونلعب الاداء بيتنسي امام النتيجة سواء كانت نتيجة فوز او نتيجة خسارة ده اللي بيتذكره دايما الجمهور لكن هل شايف ان فيتوريا لسه في مرحلة التشكيل وما استقرش على التشكيل هو الامثل بالنسبة له لا انا شايف ان فيتوريا يعني العمود الفقر بتاع المنتخب هو استقرر عليه صحيح فيه غيابات بتحصل عندك احمد حجازي عندك الوينش بيحصل ان امام عشور في نص الملعب ولكن العمود الفقر بتاع المنتخب موجود تكلم على الشناوي محمد عبد المنعم احمد حجازي هاني وفتوح نص الملعب خلاص مع عودة انني هيبقى عمود في المنتخب صلاح تريزي جي مصطفى محمد بعد كده التغيرات بتحصل في 3 او 4 لعيبة انما الشكل العام استقر عليه الخطة من ساعة ما فيتوريا جيب يلعب 4-3-3 تمام اللعيبة بتنسجم مع الاداء مع منظومة اللعب اللي عايز يعملها فيتوريا ف4-3-3 هي خطة طبعا مش منتشر عندنا في الدور المصري ولكن اللعيبة بقالها سنة و3 شهور دلوقتي مع فيتوريا بدأوا يشربوا الخطة ونتمنى ان على كاسة الامم يكون المنتخب في افضل صورة ممكنة طيب خلينا كده بنقول مدام احنا مش مبسطين قوي واحنا بنتفرج وان كانت النتائج ايجابية نعمل مقارنة كده بين فيتوريا وكيروش تعودنا على حاجة وبعدين بتادينا نشوف حاجة تانية هل مش عارفين نتعود على اسلوب المدينة الفني هو كيروش انا بعتبره من اكتر المدربين اللي تظلموا في تاريخ مصر لانه جيه ست شهور ست شهور صعبين جدا بدأ بطولة عربية بعدها بشهرين لعب كاس امم افريقية بعدها بشهرين لعب التصفية النهائية المؤهلة الكاسة العالم خلال ست شهور لعب اصعب ثلاث مؤهلة احداث ممكن يخده وبعدها مشي على طول ونجح في الثلاث احداث ذول ان هو في حدثت منهم يوصل لابعد نقطة ممكنة نوصلنا لانهائي كاسة الامم الافريقية ووصلنا في تصفية المؤهلة الكاسة العالم لرقلات الترجيح مع السنغال فكيروش هو مختلف شوية عن التجربة بتاعة فيتوريا فيتوريا كمان مشروع احنا موقعين مع فيتوريا اربع سنين مفيش مدرب قبل كده احنا موقعنا معاه اربع سنين ومساعد كابتن حسن شحاته مفيش مدرب كامل مع منتخب مصر اربع سنين فاحنا بنقول بالعقد ده ان احنا مكملين معاك ايا كانت النتيجة في كاس امم افريقية احنا الحد كاس العالم عشرين ستة وعشرين احنا مكملين ابن فريق وشكله بطريقة اللعب اللي انت عايزها اختار العناصر الشابة وده بيدي ثقة ريحية للمدير الفن اكيد طبعا يعني موضوع المشروع ده احنا بنفتقده في الكرة المصرية احنا بنسوف المدرب اللي بيكسب هتكمل بيخسر خلاص مش عاوديه بالضبط يعني انت لو بتقيم كيروش بالنتايجة ممكن يكمل النسبة بيرة جدا ممكن يكمل انما انت ما كنتش ناوي معاه على مشروع من الاول مضيط عقد ستة شهور اللي هو هتيجي هتحقق نتايج حنمضي وحنجد انما فيتوريا الموضوع مختلف من الاول اربع سنين استاذ حسين يعني خلينا نتكلم احنا على اداء اللي شفناه مبارح احنا امام خطر امام منتخب عنيد يوم الاثنين فشايف المباراة ممكن تبعملة ازاي امام منتخب الجزائر لا يعني منتخب مختلف خالص عن المنتخب الزنب اللي احنا كنا بنلعب قدامه نتكلم على منتخب في عناصر زي رياض محرز امين زويري نتكلم على يعني اقوى او تاني اقوى منتخب في افريقيا ولكن تظهر لي في الاول وفي الاخر هي مباراة ودية نتمنى ان احنا نشوف منتخب مصر في الليفل ده اعتقد فيتوريا ملعبش مباراة قوية الا مباراة بلجيكا الودية ودي هتكون تاني اقوى مباراة ودية ياخدها فاحنا عايزين نشوف مدى قوة وانسجام منتخب مصر صحيح مبارح كان مثلا كان المنتخب متأثر بعدم موجود صنع العاب في نص الملعب اول ما نسل احمد سيد زيزو صنع كرتين كرة الهدف وكرة تانية كان انفراض لمحمود تريزيجي ممكن نشوف مثلا ان احمد زيزو هو اللي بيبدأ في المباراة الاقوى صحيح فاحنا محتاجين نشوف افضل شكل لمنتخب مصر في مباراة قوية زي قدام منتخب الجزائر طيب خلينا بقى نروح لقرعة الامس شفتها ازاي وشفت ايه اللي حصلت مجموعة مصر بشوف انها متوازنة جدا بعد نظام الاربع وعشرين منتخب في البطولة اللي اتطبع في اخر نسختين احنا فرصنا في التأهل كبيرة جدا لان البيصعد اول وتاني وافضل اربع توالد في المجموعات وبالتالي منتخب مصر حظوظه عالية جدا معاه منتخب غانا هو يعتبر المنافس الرئيسي بتاعنا في البطوءة في المجموعة ولكن المجموعة في المتناولة انت معك كاف فيردي وموزنبيك منتخبين متواضعين احنا حظنا حلوة كمان مع موزنبيك احنا معهم قبل كده تلت مرات تلت مرات خدنا فيهم البطولة 86 98 2010 هل ممكن مال منتخب مصر يتأثر بسبب عدم موجود خبرات سابقة لي فيتوريا في كاس الامم؟ هي ممكن لو فيتوريا لسه جاي بقاله شهرين فيتوريا بقاله سنة وثلاث شهور فيتوريا صحيح ضرب في السعودية ضرب في برتغال ضرب في روسيا ولكن السنة وثلاث شهور والعشر مبارات اللي لعبهم ممكن تكون ديت له بعض الخبرات عن الخصوصية بتاعت الكرة الأفريقية الملاعب اللي بتروح تلعب فيها في أفريقيا الأرضية ما ببقاش متساوي يعني لو مدرب كرة هو المباركو اللي حيلعب كرة جميلة وحيبني اللعب من وره ممكن يعاني لو مدرب ما عندهش خبرات اللي هو ملاعب في أفريقيا بيكون فيها رتوبة عالية وهو عايز يعمل ضغط عالي من أول دقيقة لحد شهود التاني اللعبة هتنهك أعتقد فيتوريا في السنة والثلاث شهور أدرك الخصوصية بتاعت اللعبة في أفريقيا ممكن ما يكونش متأثر أو مش هيدخل كأنه جديد على طول تكس الأمة لأ هو خلاص الفترة اللي قضاها مع المنتخب أكسبته خبرات اللعبة في أفريقيا صحيح طيب لما نجي نقول المنتخب إحنا شايفين الأداء إن كان بيكسبوا ومش هنقول الأداء متواضع لكن إحنا شفنا المنتخب هو أحسن من كده إحنا محتاجين فيتوريا يعمل إيه واللعبة محتاجة تعمل إيه مع فيتوريا علشان نوصل للموازنة بتاعة المباراة الحلوة والفوز في نفس الوقت خصوصاً إن إحنا المجموعة المجموعة تفهى بس ما هيش صعبة بالضبط يعني الدور بتاع فيتوريا أنا شايف إنه هو يكمل على نفس الخط اللي هو ماشي عليه إحنا يعني معظم المباراة بنقد كويس يمكن مباراة تونس الوحيدة اللي خسرنا فيها مباراة الأمس إحنا يعني ما لعبناش بأفضل مستوى لكن باقي المباراة فيتوريا كان بيؤدي بشكل كويس مع المنتخب بالنسبة للعيبة إحنا الجيل الحالي بتاعنا من اللعيبة ما نقدرش نقول إنه هو جيل زي جيل الزهبي بتاعه منتخب مصر ولكنه جيل جيد وفيه عناصر كتير جيدة إحنا عايزة أقف عند الكلمة دي إحنا هنفضل لغاية إمتى نقول هو مش زي الجيل الزهبي ليه ما بنعملش جيل دهبي جديد لأن إحنا عملنا الجيل الزهبي وعندنا مدير فني وعندنا كشفين مواهب ده إحنا الشركة المتحدة في الفترة اللي فاتت كانت عمالة يعني بتجوب المحافظات علشان تعمل كابيتان عندنا القدرة على صناعة جيل زهبي وأجيال دهبي الفكرة أن الكرة المصرية ما صناعتش جيل زهبي أنا بشوف أن الجيل الزهبي اللي تكون عند منتخب مصر هو تكون بالحظ يعني إحنا كنا محظوظين أن عدد كبير من العناصر المميزة المميزة واللي عندها كمان شخصية اتواجدت في وقت واحد ومعاهم مدير فني قدر إنه هو يطلع منهم أفضل حاجة ممكنة إحنا منتظرين حظ وصدفة تيجي مرة تانية صح لأنه ولا محتاجين إرادة حقيقية خلاص يعني أعتقد كل الدعم أصبح موجود لقطاع الكرة وأي حاجة بتحتاجها القطاع ده تحديدا بتلبى لحد أقولك من أكبر قيادة في البلد القيادة السياسية نفسها إيه اللي ينقصنا؟ وهل محتاج بتوريا يبقى فيه مراكز جديدة أو أجنحة جديدة يضم فيها لعبين جدد؟ قبل كده كان عندنا الدور المصري هو اللي بيطلع معظم اللعيبة اللي تود المنتخب ده أنا شايف أن الدور المصري مستوى تراجع لحد ما مقارنة بإيه بخمستاشر أو ستاشر سنة عند الوقت والكرة الأفريقية دلوقت بقت معظم اللعيبة تطلع في أوروبا إحنا الباب ده لسه ما فتحناهوش إحنا يعني بنقول عندنا صلاح وعندنا مصطفى محمد والنيني وعندنا تريزيجي لكن إنت عدهم في الآخر عدهم هتلاقيهم عشرين لعيب مثلا يعني بتجيب منه مثلا عشر خمستاشر المنتخبات الأفريقية الزغيرة عندها مقات اللاعبين في أوروبا فلو إحنا عايزين نكون جيل زهبي لا خلاص بقى دلوقتي بقى في حاجة اسمها كرة حديثة تخلي اللعيب يطلع بره يلعب بره يشوف الكرة الحديثة ويرجع يعني عمر مرموش هو ما كانش بينضم المنتخب وهو هنا أما احترف أثبت نفسه في الدور الألماني بدأ إيك إحنا محتاجين إن الأندية تفتح الباب يطلع عدد كبير جدا من اللعيبة يعني إليمنا عن محمد عبد المنعم يسافر يلعب بره ما هو معشور يعني هو سافر ما كملش ستة شهور ورجع يعني إحنا عايزين التجارب دي هي اللي تكمل التجارب اللعيبة اللي هي صغيرة في السن وعندها موهبة هم يطلعوا يلعبوا عشان نبقى زي الجزائر نبقى زي السنغال عندنا معظم القيمة محترفة ما تهبش موقف اللي انت تروح تلعب في كاس العالم ما تهبش موقف اللي انت تروح تلعب قدامه وانتخب كله اللعيبته بتلعب في أندية بتلعب في دورة بتلعب أوروبا صحيح فانت عشان تكون جيل زهبي لا أول حاجة الاحتراف يعني أول يعني اللي بيحصل جوه الكرة المصرية والدعم ده عظيم جدا ولكن الكرة الأوروبية سابقة بكتير فانت لما تحط العناصر بتاعتك في الكرة الأوروبية لا الكرة المصرية كده هتتطور أسرع بكتير نقدر نقول أن المجموعات كلها متوازنة مش مجموعاتنا بس يعني الحظ كان لطيف مع أو كان خادم جميع الجميع كل في توازن في المجموعات ما فيش مجموعة قوية أو زي ما بيقول كده باللغة البلدي يعني فريق داخل يعني مجموعة حطير بعض الأقوياء فيها لا المجموعات متوازنة ومعقولة معظم المجموعات فعلا متوازنة بذات مجموعة عربية هي هو مجموعة تونس بس مجموعة الخمسة فيها تونس ومالي وجنوب أفريقيا الثلاث منتخبات أعتقد أن هم حيصروا يعني لو جنوب أفريقيا لديها تصنيف ثالث لو هي بقت أول مش هنقول إنها مفاجئة منتخب كنوب أفريقيا ومنتخب كبير باستثناء كده لأ بشوف إن معظم المجموعات واضحة جدا يعني أصحاب المركز الأول والتاني في التصنيف هم اللي هيكونوا مؤهلين بشكل كبير جدا يصعروا الدور الثاني طيب يعني الكرة في المرعب زي ما بنقول وحنتفرج إن شاء الله ونتابع والحظ حليف لينا أعتقد في المجموعة بتاعتنا يعني الحمد لله الحمد إحنا لو صعادنا أول حنقابل المركز الثالث يعني المجموعة الأولى يا الثالثة يا الرابعة والثالث الاختيارات في المتناول إحنا لو صعادنا تاني حنقابل تاني المجموعة السادسة اللي هي دي مجموعة المغرب بس إحنا غالباً اللي هيطلع وصيف حيكون يا زنبيا يكونوا برضو اختيارات سهلة إحنا حيبقى حظنا مش أحسن حاجة لو طلعنا أفضل توالد لأن إحنا جدا حنصطدم عند الفراعنا هيخلينا إن شاء الله حنصطدم يا بالجزار يا بالسنجال في الدور الثاني إن شاء الله فده حكون مواجهة صعبة جدا أتمنى أن إحنا ينسوا الله يا استدارة يا المركز التاني بحيث إن يكون طريقنا أفضل في البطولة لا تراجع عن استدارة بإذن الله بنشكر حضرتك أستاذ حسين حمدي شكراً لوجودك معنا في صباح الخدمة شكراً جداً